اشتركوا في القناة من هنا من دار السلام برباط ندعوكم لمتابعة العدد الأول من يوميات جائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية التبردة حدث انطلق اليوم وسيتواصل إلى غاية الأحد المقبل تحت الرعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإشرافي الجامعة الملكية المغربية للفروسية نتابع فيما يلي الترتبات والأجواء هذا اليوم ببلوغ جائزة الحسن الثاني لتبرد محطتها الثالثة والعشرون تكون التظاهرة التي أصبحت موعدا لمحدة عنه لعشاق هذا الصنف الرياضي فرضت نفسها ضمن أبرز تظاهرات فنون الفروسية التقليدية التحضير الذي بدأ منذ حوالي ستة أشهر جاء ليتوج مجهودات جبارة بطرق احترافية لم تتغافل أبسط وأدق تفاصيل اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة أمها مدرجات بلغت سعة وخمسة آلاف متفرج ناهيك عن شاشة كبرى لنقل أطوار المنافسات كما تلاحظوا الحلبة، المنصة الجمهور، الخيام الخيالة وكذلك مكان في كندير الخيول يعني كل شيء على أحسن ما يرام أضيف إلى ذلك المرافق الصحية ثم المصالح البيطارية الخيول ومسائل الصحية الخيالة هذه الضورة 23 يعني تضم واحد احترافية كبيرة جداً لا بالنسبة للجامعة الملكية المغربة لرياضيات الفروسية ولا بالنسبة للفرق المشاركة بقوة التجرباء والمشاركات القوية للفرق يعني صبرك الله وصلنا للمستوى الاحتراف وخصصاً أن الفروسية التقليدية وصلت للمستوى عالمي يعني كطورات بشري بطولة المغرب في فنون الفروسية استقلبت حوالي 400 حصان بين جنبات فضاء ضم 24 خيمة مجهزة بكل ما يستوجب ضمان راحة الخيالة والبردية وستشهد مشاركة 18 سربة في فئة الكبار و 6 سربات في فئة الشبان ستبارون طيلة أسبوع كامل فوق طربة المحرك الرئيسي للمركب الملكي الفروسية دار السلام المفاجئة السنة هذه صبرك الأحسن الخالقين لاحظنا بأن الفيرق اللي كانوا شبان عدنا في السابق في 2014 و 2015 و 2016 أصبحوا الآن من الكبار و عدنا تقريباً 45% أو 40% ديال الفيرق الشاب اللي والله مع الكبار يعني والشيوخ ديال التبوريذ اللي كانوا عدنا اللي يكتر خيرهم والله يجزيهم بخير اللي ينقلوا هاد طورات لهاد الجيل هذا يعني بقاننا منهم جوج أو ثلاثة والحمد لله اللي تأهلو جاو باش يعطيوا جربة ديالهم لهاد شبان اللي يتأهلو من بعد منهم التبوريذ بعد إدراجها من طرف اليونسكو ضمن قائمة التراث اللامادي وتخصيصها بجائزة الحسن الثاني ضمن بطولة المغرب في فننا الفروسية أصبحت حداثاً رياضياً جديراً بإبراز سلالات الخيول البربرية والعربية البربرية هذه هي النسخة من جائزة الحسن الثاني اللي تبرده تعرفه مشاركة 24 فرقة من بينها 6 فرق لفئة شبان نتابع حصيلة اليوم على إقاع حوافر الخيول والأعلعة البارود ورائحة الكبريت انطلقت الخيول المسرجة عادية مثل البنيان المرصوص إذن ببداية فعاليات النسخة الثالثة والعشرون من جائزة الحسن الثانية تبرده 2024 ولتقص شريط المنافسة حول لقب بطولة المغرب في فنون الفروسية التقليدية فوق محرك المركب الملكي للفروسية دار السلام الجامعة الملكية المغربية للفروسية خصصت منصة الجمهورة شغوف بمتابعة أطوار المسابقة التي استقطبت ماما جمعه 24 صربة وأكثر من أربعمائة حصانا من صنف بربري أو عربي بربري منصة تفاعلت مع صهير الخيول وصيحات البردية والعروض المقدمة عشنا في الديبار ما تخلناها تخلنا شوية خايفا أول مرة لنا مشاركة تخلنا شوية خايفا كملت كل شيء زوين الديبار كبناها شوية مخلوعين ولكننا مزيانا البداية الحمد لله تبارك الله كانت عندنا مزيانا عنا الدلالين متمرسين موالفين يعني فاتوا في المباراة ومنافسة مش سهلة راح كايين تبارك الله صورة في المستغى وأي واحد راح جاي هنا راح جاي باش باش يحتل واحد السادارة وحن المرتبة تكون مزيانا وحنا من بين الناس اللي كانت ضربوا على السادارة وإن شاء الله كانت ضربوا على المرتبة الأولى باش مكان وإلا ما جابش الله تستير معنا ما غنديره بطولة المغرب في فننا الفروسية التقليدية تظاهر تربط الماضي التليد للمملكة بحاضرها المعاصرة في ثنائية عزيز البعد الرمزي لهذه الممارسة العريقة ومدى ارتباط الموروثة ثقافة الشعبية بالفرس أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ضمن فقرة تحليل في عدد الليلة نستضيف سي محمد السوهالي رئيس فيدرالية تبوريدا بجهة رباط سلاء القونيترا مساء الخير سي سوهالي مساء مرمي إذن نعيش في هذه الأجواء الجميلة هنا بدار سلام بالرباط فعالية اليوم الأول من جائزة الحسن الثاني ليات بوريدا يوم بداية مميزة بخصوص منافسة هذه الجائزة الكبرى اليوم نعيش في تتمين حقيقي للمجال الفروسية التقليدية من خلال بطولة المغرب جائزة المغفرولة الحسن الثاني بشقها الفني والتقني وحضور جميل للجمهور اللي حضر اليوم وبوحد العروض متميزة خلقها صربات أو فرجة خلقها صربات في اليوم لهم الأول وهو كما هو معلوم أن اليوم الأول كيكون دائما هو للسناس بالمحرك وكذلك يعني السناس بالأجواء اللي كي خلقها الجمهور من خلال المباراة دي اليوم الأول نعم أسيسو هالي كما رحضتي واحد لحوض لإقبال جمهوري كبير اليوم في اليوم الأول واحد تفاعل أيضا حتى مع الطلقات مع العروض اللي قدموها يمكننا كيفما نقوله يوم من الإبداع والإمتاع بالنسبة للجمهور الأجواء الخاصة بالجمهور دائما كتكون ميزة لأن جمهور دي الفلوسية التقليدية هو جمهور مميز وعنده طبع خاص به لأنه يتكون من العائلات وكتكون من أحفاد من جدود وكتكون كذلك من مهتمين بالمجال لذلك تلقي أن الجمهور الحضور دي هو حضور متميز هو باعتباره حكم أولا قضي كل شيء هو حكم موازي للحكام دي الجامعة وكذلك هو فنان في المجال دي الفلوسية يقدر يخلق لك الفرجة ويقدر يعطيك حتى النتيجة التقليبية ويقدر يقول لك حتى الأسماء الفعلية دي الصربات ويقدر يقرب لك حتى النقاط الأولي دي المباراة نعم كيكون كيفما قلت جمهور ملم ملم بالقواعد التحكيمية التي تجعل الصربة التي تفوز في نهاية الماضي أكيد هو عالم دي الفلوسية التقليدية لا يدخل أي واحد لا يدخل إلا الذي يكبر فيه والجمهور تبرده في الأصل وكان جمهور كبر في المجال دي الفلوسية التقليدية وهو أغلبيةهم فرسان أو لما كانوا فرسان فكان في الدرد هم الفرس وهو الشاشة تلقائي الجمهور دائما هو مبدع بإعطاء إشارات قوية وكي تساعد يعني الركاب اللي داخلين باش أنهم يرسموا واحد اللوحة جميلة داخل المحرك وكي نشوفوا القوة دي الجمهور الحضور دي وكي تعتبر يعني من نموذج دي الجمهور بالنسبة لرياضة الأخرى نعم السهالي اليوم كي ما قلت 24 سربا يعني منها السادي الفرق اللي هي دي الشبان غير اللي بغننا نعرف التقييم يعني من خلالك تقييم دي المستوى دي اليوم الأول كانوا خمسة دي الصربات اللي هما كي شاركوا لأول مرة التقييم التقني بالنسبة للمباراة دي اليوم دائما وكما عادت يعني دار الجائزة الكبرى للبطولات المغرب كأس المغفور الحسن التاني دار السلام فاليوم الأول كتكون الصرب كتبارع على تلقيت وعلى تصنيف الأولي لأن تلقيت كيلعب على الأسبوع كامل وتلقيت دي اليوم فميز أحد الصربات لأول مرة كتارك نتلا ناخدونا مواجهة الصربات دي المجلد عبد الكبير اليوم تميزات بطلقات ممتازة وبانت على أنها مجدى لأنها تمتع الجمهور دي اللي تبوريد أو جمهور العالم تبوريد الفلوسية التقليد نعم يكون فيها تشويق وإطارة وإبداع وإمتاع يعني كل شيء مجموعة في الجميل يعني في منافسات التبوريد القوة دي الجائزة هي في الحضور دي الفرق دائم وكتشيش كتشو في دائما أن الصربات كتشيب بعد الاستعداد دي لها يعني من خلال واحد سنة دي الاشتغال سنة دي المدومة دي التدريب دي المدومة في التدريب أشيان كتلقي الحضور دي لهم يوم قوي هذا عمل دي لسنة متواصل ماشي دي ليوم أولا دي لأسبوع فالقوة دي لدر السلام على أن وأيضا حتى بوجود يعني الأبرز يعني أهم وأبرز وأقوال يعني الصربات اللي كانين على مستوى المملكة أكيد ولكن ممكن ندخلوا للحلبة دي للمجال الفلوسية التقليدية فالكون قوي لأن الحضور هو حضور للربع نهائي فما كيبقاش عددوا وحد كوي وحد ضعيف لأن المباراة كتحكم الحضور دي لك داخل المباراة وكيبقى البارود كيفما نعرف وحنا البارود على الله أنت كتدير لعلك كتهيئ كتدخل المحرك كتعطي المطلقة دي لك كتدير لعلك في المحرك كي نقول وحنا نزلين الخيل ولكن كيبقى البارود مع التدريب وكيبقى مع الاستمرارية وفي الخار كتكون النتيجة بإذن الله كتطلبوا ليهم السلام أكيد إن شاء الله أكيد سنلتقي في مواعيد مقبلة شكرا جزيلا لك وأنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا على المتابعة غدا يوم جديد وموعد جديد سيجمعون إلى اللقاء شكرا جزيلا لك